محمد الشيخ طبعا السيد مبارك العصيمي أوضح الصورة اللي كانت حتى اللحظة الضبابية والشكر أيضا لبرنامج المنتصف في هذا الجانب الأمر الآخر السيد مبارك أوضح تحديدا ما هي الشعارات وإن لم يسميها لاعتبارات رسمية هو معني فيها حتى الأندية الأوروبية خلنقوا ليس كل الأندية الأوروبية ملابسها وشعاراتها ممنوعة في الأندية بحسب ما فهم نسان مبارك وإنما بعض الملابس التي تحمل لوغو معين فيه شعارات تتعاكس مع ديننا الإسلامي نعم أتفق معك لا يمكن أن أتهم مثلا الإعلام السعودي على أنه إعلام يغذي التعصر وإنما يجب أن أقول أن هناك إعلاميين يغذون التعصر باتهام الإعلام كجهاز هذا أيضا فيه إفتئات على الحقيقة ولكن هناك إعلاميين نعم صحيح هم بؤر للتعصب أيضا في الحقل التربوي لا يمكن أن أقول أن اليوم حقل التربية والتعليم أصبح أرضية خصبة للتعصب وإنما هناك بعض العاملين والمشتغلين في حقل التربية والتعليم للأسف يعني هم أقل من أن يكونوا في هذا الحق لأنهم أيضا ممن يحقنون الوسط التعليمي وخصوصا حينما يكون هذا الوسط هو وسط في المراحل الإبتدائية والمتوسطة الذين لا يمكن لهم أن يفكروا ويحللوا ويستنتجوا أن هذا الفعل خطأ وبالتالي يجب أن أشر إشارة واضحة أقول أن هناك معلمين هم أيضا يساهمون في تغذية هذا التعصب طيح خليني أسألك عبدالله فلاتة يعني في نفس الموضوع أيضا أنت شايف اليوم بأنه في هناك مدرسين يدعمون هذا الموضوع من خلال بعض النشاطات من خلال بعض التصرفات مع الطلاب أو مع أولياء الأمور أو حتى من خلال الزيارات اللي احنا شفناها لبعض اللاعبين للمدارس اليوم المدرس أيضا يحتاج إلى تأهيل من جديد للتعامل مع الجيل الجديد والتعامل مع أيضا يعني الجالس يصير اليوم في المدرجات عندنا خلينا أقول لك تجربة شخصية أنا أذكر لما كنت أنا طالب كنت أقدم لذاعة المدرسية الثانوية بن حيان كنت لما أجي حتى الأخبار المباريات نقدمها في الصباح عادي يعني لما أتكلم النادي اللي أنا أعمله النبرة تختلف كان المعلم يمسكني يقول لي عشان تكون يعني مهني مستقبلا يجب أن يكون صوتك واضح أنا لا أريد أوضح متساوب للكل هذا دور المعلم يعني معلم زمان سلمني على معلم زمان أنا ما بأن تقس معلم اليوم فيه تطوره وفيه لآخره بس يعني في البعض الصراحة بيخرجوا عن النص يعني نحنا تابعنا مسؤولية المعلم جدا مهمة إحنا نحتاج إذا جئنا نتكلم عن الموضوع بشكل عام بالعكس إحنا نحتاج نحارب الاندفاع الشباب اللي أصبحوا الآن همهم ريال مدريد وبرشلونة والأندي الأخرى نبرسق فيه الاتحاد والهلال والأهلي والنصر بشكل أكبر يحب أن يتوطنوا ولأنه التفاعل معاه حتى الأمور المادية اللي يتكلم عنها المشعار في آخر لما يشتري القميص من المتجر الرسمي مردود وإيجابي لكن لما يشتري شعار برشلونة ترى أنا أعرف أن هذه المتحفظ علينا ناقشنا الصليب اللي في برشلونة في الفترات السابقة تكلمنا في ذات شيء في الإعلام في وسائل الإعلام كان فيه على برشلونة بالذات تحفظ كبير يعني يمكن اختلف حاليا الوضع بشكل مختلف في نفس القميص هذا النقاش كان دائر أنا أعتقد وزارة التعليم يعني بسلوب تربوي هادي تبتوصل رسالة معينة جميل جدا توضيح المتحدث الرسمي أنه لعندية الوطن ما لها صلة نحن نبرسخ الصراحة ما هي مشكلة لما ما في زي رسمي يلبسه للرياضة يجي بالزي اللي هو يحبه وطالب اللي يشعر أنه بحرية أنه ترى المدرسة مورا يتكبل هناك رايح يمارس أنشطة ويتعلم وإلى آخره يوم تربية متكامل فالتوضيح كان جيد الصراحة ومهم جدا أنه بالفعل في بعض القمصان نعم يجب أن نتصدى لها ونيوقف عنها ونمنعها من دخول المدارس شكرا